تعليمية يختلف من مؤسسة إلى أخرى رغم دخول البلاد في الموجة الرابعة من فيروس كورونا مع ظهور متحور أومكرو فقد قررت السلطات الأممية عدم تعطيل الدراسة حرصاً على مواصلة الدروس خاصة بعد انقضاء الفاصل الأول من العام الدراسي الجديد غير أن استنرار الدراسة في ظل الانتشار السريع للفيروس المتحور رافقته إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة وفق بروتوكول صحي يضمن صحة تلاميذي وسلامة التواقم التربوية الواقع كما ترون هو محاولة إجادة لتطبيق هذه الإجراءات قد المستطاع طبعاً الكمامات موجودة والتوعية موجودة لكن الالتزام قد تلاحظ عليه بعض التحفون عما أحياناً لأن التلاميذ في بعض الأحيان قد لا يلتزمون الالتزام المطلوب ومع ذلك الإدارة حريصة على أن تكون هناك احتياطات واحتراز لأننا نلاحظ في الآمية الأخيرة منذ الأيام نوعاً ما من التخلي عن هذه الإجراءات لكن نرجونا الجميع أن يظل محافظاً على هذه الحذر لأن جائحة الهم تنتهي بعد إجراءات الاحترازية حاولوا بعد قد نطبقوا منهم قد نقول لك عنه صام فرصة يغير بعد اللي نحاولوا معهم قد ننهيشهم قسموا عليهم كمامات وراء مجيتنا من الراحة يغير طبعاً تم الافماتية هذه مشاكل التلاميذ مرة يجيك أرقاش دائرها مرة ما هو دائرها اللي نحاولوا بعد قدر الإمكان عنه وزعنا الكمامات بكمية كبيرة لجميع التلاميذ ولا نقبلوا حد منهم يدخلوا للطواقف حد منهم يدخل معه دائر الكمامة ولا دائر شيء يحمي من ناحية التنفس وأثناء الكلام وبالنسبة للغاضية التباعد دائماً نحفو عليها التلاميذ نحاولوا لأنهم ما تعودوا لفصول مكتلة حتى ورغم أنها فهم الاكتظار يقير كل تلميديين يعودوا طعباً ونقولون لهم دائماً يحاولوا لذيك المسافة الممكنة اللي تجعلهم ما فيهم حد قد يعدي لغة داخل الفصول الدراسية وفي المؤسسات التعليمية بشكل عام يتباين تطبيق البروتوكول الصحي بين مؤسسة وأخرى ومن فصل لآخرة وذلك من حيث التقيد بوضع الكمامة واحترام مسافة التباعد الاجتماعي وتغليص عدد الاستراحات بين الحصص منع التزاحم بضلاً عن تاقيم المدرسة ووجود أجهزة قياس درجة الحرارة قبل دخول التلاميذ إلى باحة المؤسسة التعليمية نحن واحد مننا هنا شارين يجي يدخل يجير كمامة ويسقر يجي سابق يجير كمامة وجيرها ويدخل المدرسة يدخل القسم بار تباعد الاجتماعي طاول يدخلوا فيه لأذني عجرات الحترازية من شاء الله هنا مطبقينه من شاء الله ما يخش حد من شاء الله القسم يكون معاقم يجي ودير الكمامان يقدموا وديري الصعو طاولة ما يقعدوا فيه يكون أذنيه من شاء الله يسمون الأقسام كاملين وبدأوا ليهم الكمامات وقالوا كل حد يحطفها في كمامته وخالقين وحدين ينساوها بينا ما نطاب بنا إليه قولنا قاعد تقلق بفز أما بالنساء كانت تقلق نفسي ولكن طاب بإليها غير بعد الله حاولت نهيشي به نفسي الحمد لله طاب بإليه واتقازين عندي حتى ياسر من تلاميذون مستهزئين بالإجراءات الاحترازية وأنا شخصيا ما أنا مستهزئ بالفيروس من التحوير موجود طبعا ياسر من الناس قاموا ما أترى بأنه موجود يقاروا موجود كمامة فينا وحدين يجروها فينا وحدين يتلثموا عنه يبدروها بالذيثاء وفينا مولين وحدين يعيوا يججنبوا ذلك يقاروا بعد هذا أكثرية بعد اللي يتلثموا وبعد الله يجيروش كمامة الوقاية خير من العلاج وشبه حتى من دير كمامة وعد بعد رقاش قابل حشيات الرأس وقع من ناحية الواعي بإني نحنا في مرحلة قاعدتنا نعدوا واعين حتى ما نعدوا نحنا نفرقوا بيننا نحن ذو نقرأ والناس المات مع ما يلاحظ من تقيد تام بالإجراءات الوقائية أو تراخ في تطبيقها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى ومن تلميذ إلى آخر فإن الالتزام التام بتلك التدابير الوقائية يبقى الوسيلة الأنجعة لتوفير بيئة تعليمية صحية للتلاميذ وتواقم التدريس خلال اليوم الدراسي تحميهم من خطر الفيروس وتبقيهم بأمال من تداعيته الخطرة ترجمة نانسي قنقر